الدماء تسري مجدداً في مركز التبرع بالدم في مقاديشيو بعد فترة من الحرب نحن في مركز بينادير أول مركز عام لبنك الدم في الصومار حج حسين يتبرع بدمه إسهاماً منه في إنقاذ حياة الناس خطوة تنضاف لتطوع فريق المركز نحن متطوعون في بنك الدم هذا ونخدم الناس الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الدم نساعد الناس بقدر ما نستطيع ونوفر الدم للمستشفيات يشتغل في هذا المركز فريق من عشرين طبيباً وممرضاً متطوعاً بفضلهم يتم تزويد معظم مستشفيات مقاديشو بالدماء المتبرع بها فعدم الحصول على الدم يشكل سبباً لوفاة الأمهات كل عام بسبب مضاعفات الولادة وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة إضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة